بعد الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي عبر عدد من أضاء مجلس النواب عن استيائهم حول ما سموه التجاوزات التي يرتكبها المبعوث الأممي من خلال تجاوزه لاختصاصاته وصلاحياته ومجانبته الصواب في كثير من قضايا الشأن الليبي على حد تعبيرهم هذا الهجوم غير المسبوق الذي يتعرض له المبعوث الأممي يفسيره البعض بطريقة إدارته للأزمة الليبية في حين يكد البعض الآخر أن التصريحات سلامة أسيئة فهمها وأخرجت من سياقها خاصة فيما يتعلق بأولويات خطة العمل الأممية لعل أبرزها الانتخابات التي يطالب بها أغلب الأطراف وبعد أن عربت البعثة الأممية عن قلقها من إرسال قيادة الكرام قوات تابعة لها إلى المنطقة الجنوبية قبل أيام قال المتحدث باسم قوات الكرام أحمد المسماري أن غسان سلامة تحول إلى معارض وأصبح جزءا من الأزمة الليبية وعلى هذا الأساس يعتبرونه خصما حسب قوله السلامة تحول إلى معارض أو حول القوة الوطنية الفاعلة على الأرض إلى قوة معارضة وأصبح جزء من الأزمة الليبية من جهته يكد رئيس مجلس النواب عقير الصالح أن المبعوث الأممي منحاز لحكومة الوفاق وأنهم يتعرضون لضغوط للتعامل مع هذه الحكومة ومع المجلس الأعلى للدولة مضيفا أن الأمم المتحدة بدأت تتراجع عن خيار إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من رئيس ونائبين ورغم عدم صدور رد رسمي من المبعوث الأممي غسان سلام على هذه الاتهامات إلا أنه أكد أن حالة الانسداد التي تعرفها ليبيا تفسر وجود شبكات من السياسيين والمصرفيين والجماعات المسلحة تقاتل من أجل إعادة توزيع عائدات النفط ولديها مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن سلام وفي تصريحات لصحيفة لكغوال فرنسية قال أن كثيرين يريدون منه القيام بترتبات بين هذه الشبكات التي لا تريد قيام دولة قانون ومؤسسات مؤكدا أن ذلك ليس مشروعه وأن عمله في ليبيا هو مكافحة الجريمة المالية لتحقيق توزيع عادل للموارد العامة في ليبيا الحرب هي من أجل الموارد التي تغذي الصراع عدد من الشبكات من السياسيين والجماعات المسلحة وغيرها تسعى لوضع يدها على الموارد النفطية وبالتالي وضع يدها على القرار السياسي وإن لم نعالج هذه المسألة لن نحريز تقدما في المسار السياسي وفي ظل وجود شبكات قوية ماليا وعسكريا تسعى لإفراغ الانتخابات والدستور والمصالحة من مضامينها أكد المبعوث الأممي لليبيا أنه لا يمكن إجراء هذه الاستحقاقات واشدد على ضرورة قبول جميع الأطراف مقدما بنتائج المؤتمر الوطني الجامع لتهيئة المسار الانتخابي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر